بسم الله الرحمن الرحيم وراءنا هذا اليوم يختلف قليلا عن اللقاءات السابقة من حيث المكان ومن حيث أيضا المضمون في لقاءة سابقة ناولنا مفهوم الموهبة سواء كان من ناحية تاريخية أو من ناحية الموضوعية وكذلك مفهوم موهبة من خلال بعض النظريات العلمية عبر يمكن 150 عاما اليوم ستناول أيضا الأسس المكونة الموهبة لكن من ناحية من وجهة نظر قد تكون محلية وهي مبنية على دراسات علمية في المملكة العربية السعودية في الوطن العربي قائمة على ممتدة ما بين 10 إلى 12 سنة تقريبا المفهوم الموهب راح تأدت عنه مفهوم يتعلق بالانموذج الواحي الإترائي أو منظومة انموذج الواحي الإترائي واللي يتم من خلاله تقديم خدمات منظومية متكاملة للطلبة الموهوبين الموهوب سأبدأ الحديث في هذا الموضوع عن من هو الموهوب في الانموذج الواحي الإترائي ولا أقصد بنموذج الواحي الإترائي حتى نتقيد به لكنه وجهة نظر شخصية قائمة على بحث علمي خلال 12 سنة في تطبيقات مجموعة دراسات علمية في المجال سواء كان من خلال الدراسات التطبيقية التجربية على طلبة الموهوبين الموجودين في المملكة العربية السعودية أو من خلال استقراء لمفاهيم الموهبة والتميز والإبداع عبر قرن من الزمن تطور مفهوم الموهبة عبر قرن من الزمن وصلت إلى مفهوم أعتقد يتناسب مع البيئة العربية على وجه التحديد هذا الموهوب هو من يمتلك استعداداً وقدرات ذهنية وشخصية فوق المتوسطة تؤهله لإنجاز وأداء متميز في مجال ما هذا التعريف أو هذا المفهوم يؤكد على قضيتين أساسيتين أولاً امتلاك الفرق أي إن كان حتى نطلق عليه مهوب استعداد وقدرات ذهنية إنه ليس أو وقدرات ذهنية وشخصية فوق المتوسطة يمكن في لقاءة سابقة تحدثني كثيراً عن فوق المتوسطة ويمكن أعطينا رقم مجازي يقلنا فوق المئة عشرين ومئة وخمسة ومئة وعشرين في اختبارات الذكاء أي اختبار الذكاء الذي يتضوره اختبار ذكاء محدد ولكن أي اختبار ذكاء في متوسط العام في أي مجال من المجالات فوق المتوسط بشكل العام هو يمكن اعتباره يعني يمكن أن نرج تحت هذه الفئة فهو لديه استعدادات يمتلك استعداداً هذا الاستعداد في الغالب يكون فطري موروث يتمثل وأيضاً وقدرات ذهنية ممتدة من هذا الاستعداد الفطري وقدرات شخصية فوق المتوسطة تؤهله أي أن بمعينات بيئية معينة تمكن هذه القدرات الشخصية وهذه القدرات الذهنية الفطرية تستحثها إذا استحثتها بطريقة مناسبة تؤهل هذا الفرد لأن ينجز ويؤدي أداءاً متميزاً وليس في الهواء الطلق ليس بشكل عشوائي لكن في مجال معين محدد من مجالات التي تقدرها أو يقدرها المجتمع بالتالي حتى يكون لنفهم مفهوم الموهبة هنا في هذا النموذج أولاً لابد أن يكون عندها استعدادات قدرات فطرية ثم هذه الاستعدادات الفطرية تترجم إلى قدرات ذهنية وشخصية ترجماتها كيف تترجم من البيئة من البرامج التي تقدمها وغيرها هذه أمور أخرى تحدث عنها بعدها قليل هذه القدرات الشخصية والذهنية تتمثل لابد في مجال ما؟ مجال من مجالات العلوم أو مجال من مجالات التي يقدرها المجتمع هذا النموذج سأشرحه بتفصيل أكثر هو يعبر عن هذا المفهوم لدينا في الأسفل هنا قد لا تكون واضحة لأنها باللون الأسود يفترون أن تكون باللون الأبيض يمكن أن تكون أوضح استعدادات فطرية الاستعدادات الفطرية لاحظوا حجم الاستعدادات الفطرية هي الأساس هي التي تقوم عليها معظم القدرات الإنسانية وهي عبارة عن جينات موروثة من قبل الآباء والأجداد والأمهات للمراحل زمنية طويلة هذه الاستعدادة التي تدير أو أشبه ما تكون البحر التي تغرف من الإنسان قدراته هذه تساعد الإنسان أو تبلور لدى الإنسان نمطين من القدرات قدرات ذهنية وقدرات شخصية واجتماعية وهي نوعين مستقلين لكن كلاهما يؤثر في بعضهما الآخر هذه القدرات تتبلور من خلال بيئة مؤثرة معززة تعزز من خلال السلوك الإبداعي لدى الإنسان هذه الثلاث المستويات من القدرة القدرة الفطرية والمستويات العقلية والخصاص الشخصية والاجتماعية التي تتبلور في سلوك إبداعي هي التي تتكلم عن أو تمثل أو تعكس القدرات البشرية المؤثرة القادرة على التميز وإحداث تغيير أو إحداث نوع من التميز في مجال هذا التميز وهذه القدرة لا بد أن تكون في مجال معرفي محدد أي أنها ليست عامة إلى هنا نستطيع أن نسميها موهبة إلى هنا نستطيع أن نسميها موهبة لكن هذه الموهبة تتطور تدريجياً مع تطور الإنسان في العمر مع تطور قدراته تدريجياً إلى أن تصبح تميز ونبوغ ويظهر الإبداعي السلوك الإبداعي هنا هو يعمل دور مهم جداً في الاستفادة من القدرات والمهارات الذهنية والقدرات والمهارات الشخصية والاجتماعية في مجال معرفي معين وإلا لأصبح الإنسان بدون السلوك الإبداعي لأصبح هذا الفرد مردد للمعرفة مردد لما يتم تناوله وتعلمه في ميادين الحياة المختلفة أو في مجال المعرفي لاحظوا أيضاً أن المجال المعرفي في مثلت مقلوب المثلت المقلوب يعني أن تطور المعرفة يجب أن يكون تدريجي ما يمكن أن يكون فجأة سيصبح عالم في مجال الماء أو متميز في مجال الماء بل هو تدريجي وهذه الأسهم توحي إلى مراحل التطور الزمني والتطور القدرة أيضاً من مرحلة من الموهبة إلى مرحلة التميز والنبوه الخطين الأوليين هنا الأزرق والأحمر ينقل لنا القدرات الشخصية والاجتماعية الخط الأحمر وهي مؤثرة أيضاً في تحديد الميون للمجال المعرفي المحدد وأيضاً الأزرق والذي ينقل لنا المهارات الذهنية سواء كانت إبداعية أو نقدية ناقدة بمروراً بالسلوك الإبداعي لماذا نسلم لناه سلوك إبداعي ولا نسلم للمهارات التفكير التفكير الإبداعي يكون هنا من ضمن المهارات العقلية من ضمن مهارات الإنسان لكن السلوك الإبداعي هو خليط بين القدرات الذهنية والخصاص الشخصية والاجتماعية يتبلور هنا ليساعد الفرد على هضم المحتوى معرفي معين وإعادة تشكيلها ولعلكم تشاهدون أيضاً السلوك الإبداعي ليس محدد لا يوجد زوايا حادة هنا لأن الإبداع يطلب مرونة عالية وأيضاً تتشكل باستمرار التوسع هذا يتشكل باستمرار فنتيجة للتفاعل بين هذا الجانب وهي المهارات والقدرات الذهنية والخصاص الشخصية والاجتماعية أيضاً أريد أن أنبه عليه هنا التوسع في المعرفة هنا لاحظ الأسهم الخضرة هنا التوسع في المعرفة مسؤول عن السلوك الإبداعي أكثر من المهارات الذهنية المهارات الذهنية والمهارات الشخصية تمكن الفرد من المعرفة السلوك الإبداعي يساعد الفرد على التميز والنبوغ لإنتاج تطوير المعرفة وإنتاج شيء جديد لتصبح موهبة متمثلة في قدرات الذهنية وموهبة متمثلة في مجال معين مؤثر في هذا المجال وليس فقط مردد لهذا المجال نلاحظ هنا بالجنب المؤثرات البيئية والاجتماعية ووجدت على الجانب الأيسر من النموذج أو من هذا الشكل لأن المؤثرات البيئية والاجتماعية تؤثر في الجانب الشخصي أكثر مما تؤثر في الجانب المهارات الذهنية والجانب الشخصي لعلكم تشوفنا باللون الأحمر وهو أيضا له دلالة عند بعض التربويين اللون الأحمر هو الجانب الإنفعالي في الذهن واللون الأخضر هو الجانب الإبداعي واللون الأزرق هو الجانب التحليلي أكثر والبيئة تستطيع أن تؤثر في الجانب الشخصي والاجتماعية أكثر مما تؤثر في المهارات الذهنية وأن كانت تؤثر في المهارات الذهنية لكن البيئة تؤثر في الجانب الشخصي والاجتماعية أكثر هذه البيئة هي التي تساعد على بلورة القدرات الاستعدادات عفوا والقدرات والجوانب الشخصية لأن تصبح سلوكاً إبداعياً مؤثر في استيعاب المعرفة فهمها تحليلها ومن ثم إعادة تمثيلها وتطبيقها في مجالات أخرى وفي مواقف أخرى وبعد ذلك إعادة إنتاج المعرفة الحديثة أو تطوير المعرفة القائمة أيضاً هنا لكم سهم هذا يتطور قدرة الإنسان من مجرد استعدادات لتذكرون في التعريف إلى أن تصبح قدرات تدريجياً إلى قدرات إلى أن تصبح تميز ونبوغ قلة من الموهبين يصلون إلى هذه المرحلة ولا يستطيع يصل لهذا المرحلة بنفسه يحتاج إلى بيئة تبلور هذه القدرات وهذه الاستعدادات إلى نبوغ وتميز تبرز المؤثرات البيئية والاجتماعية هنا عندما يكون لدى الإنسان الاستعدادات الكافية التي تؤهله للإنجاز المؤثرات البيئية والاجتماعية لا يمكن أن تساعد الإنسان على التميز ونبوغ إن لم تكن هنا في الأسفل الاستعدادات الفطرية مؤهلة أساساً ولديها القابلية إلى أن تتطور إلى مراحل متقدمة ليصبح قادر على التميز والنبوغ مرة أخرى استعدادات الفطرية لاحظوا الأسهم هنا استعدادات الفطرية تتمثل في قدرات عقلية وخصاص شخصية هذه الخصاص الشخصية تؤثر في المهارات الذهنية والمهارات الذهنية تؤثر في الخصاص الشخصية كلها تتأثر بمهارات البيئية والاجتماعية لتتمثل في سلوك إبداعي هذا التدرج في النمو والموهبة إلى نبوغ لتتمثل كلها في مجال معرفي متدرج تنمو مع الزمان تدرجياً أقف هنا ثم أواصل الحديث عن نفس النموذج وشرحة بتفصيل أكثر بعد قليل إن شاء الله تعالى ألقاكم بعد قليل وإلى اللقاء قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة